أكثر من تسعين مليار دولار خلال سبعة عشر عاماً هي حصيلة ما أنفق على قطاع الكهرباء في العراق ولا تزال ساعات تجهيز الطاقة في المدن العراقية لا تتجاوز بضع ساعات في اليوم أزمة الكهرباء المتجددة في العراق تعود إلى الواجهة هذه المرة بسبب تهالف البنية التحتية للقطاع الكهربائي بعد أول موجة حر تضرب البلاد ملف الكهرباء على مرة سنين من 2003 والسنوات هذه المرة ما صار لحل يعني مشكلة أزلية تراكمت عليها مشكلات الفساد وسرقات الحكومات المتعاقبة بقت الكهرباء يعني مو تتحسن وإنما في أوقات معينة من السنة تكون الكهرباء مستقرة نوعاً ما بينما يجي الوقت الصعب فصل الصيف تتراكم المشكلة بشكل كبير وبشكل ملحوظ ضيط الكهرباء ما تنحل لأن قضية فسادها أكثر من طاقتها صرفت عليها فلوس كثيرة ولو كان ريدون صحيح أخلاص عملي لكان بنوع 20 ألف محطة كهربائية أملاقة ولكن إنها لله وإنها إليه راجعون لا يوجد أخلاص بالعمل مواطنون اشتكوا من معاناتهم من تجيز كهرباء باعتبارها مفصلاً ضرورياً في حياة المواطن فضلاً عن غلاء أسعار الأمبيرات للمولدات الأهلية وسط مشاكل مستمرة في هذه المنظومة خصوصاً في العقود الوزارية التي تبرمها الوزارة مع الشركات الأجنبية ويبقى استياء المواطن من الواقع الكهربائي قائماً بسبب ما يعانيه من ضعف في المنظومة الكهربائية وسط مشاكل وصفها مراقبون بأنها أعذار واهية لتوقع مشكلة الكهربائي في العراق أزمة فساد في تعاقدات الوزارة من ذيقار سعد الركابي قناة الفلوجة